اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيما يخص التصور نحن نشوف الحكومة غادية يعني في مسارعة الزمان من أجل تسليع الصحة والتعليم وضرب التعليم العمومي المجاني الموحد والجامعة العمومية والبحث العلمي الذي لا تكتريتوا به وكذلك الصحة هذا ورش كبير كيعرف واحد تسليع كبير كنا نتظروا بأن الحكومة تعلن على أنه كين هناك واحد الإرادة باش غادي تبني يعني مراكز استشفائية جامعية في كل جهات الوطن اللي ما فيهاش ويكونوا كل يد ديال طيب مدارس ديال هندسة هذا هو البداية لأنه ما يمكنش تبني دولة اجتماعية لأنه توزيع العادل ديال التروال اللي هو أساس كذلك ديال الدولة الاجتماعية كي تبنى بالإنسان خصنا يكون تكافؤ الفرص وأننا نعلن بأن الاستثمار في الصحة العمومية وفي التعليم العمومي هو استثمار استراتيجي هتي ما كانش اليوم يعني الفرضيات اللي بنات عليها الحكومة هذه الميزانية ديالها هي أنها زيادة باربعة في المئة من نتيج داخل الخام أربعة في المئة من نتيج داخل الخام اللي هو أصلا ضاعف جدا يقولون مئة وعشرين مليار ديال الدولار هدي الله سعر المبادلات ديال الشركة ماشي ديال دولة اللي هي محترمة وبغية تبني دولة حق القانون اليوم الذي يخيفنا هو أنه بعد الطلاع على التقارير ديال المندوبية السامية التخطيط ولا ديال مجلس أهل الحسابات كنشوفوا بأنه كان هناك تساع ديال دائرة ديال الفقر هناك تساع ديال الفوارق المجالية والاجتماعية وهذا يعني الإعلان ديال الحكومة ما جابتش المخطط باش تجاوب عليه وما جابتش الفلوس باش تجاوب عليه إلا إذا كانت كتنوي أنها زيد تغرق البلاد في المديونية وأنتم مثلا تعرفوا إلا زدنا غرقنا في المديونية راح نفقدو سيادة ديالنا المالية وكان فقدو سيادة ديال القرار إذا ما غنقدروش نمشي والمدرسة العمومية نبنيوها ولا الصحة العمومية نبنيوها بل بالعكس غادي نمشي وتانيا نبين بأنه ما بغين يمشي في السياسة دي نفتح دي البلاد اللي هي بي نتبعنا عندها خطورة على المستوى العالمي يعني وهذا الشي دي نفتح جعل دول وشركات واصحاب رؤوس الأموال الكبيرة كدخل في دول وضعفات هذيك الدول بالنسبة لكي قاعدة يعني الوحيد تيار السياسي في البلاد كيفاش تشوفي هاد الدولة الاجتماعية كيفاش خصان شنين المجالات اللي خصانين نتمو بها باش نحقوا هاد الدولة الاجتماعية بالفعل أولا باش نديرو الدولة الاجتماعية خصنا واحد يعني طورة اجتماعية على أي مستوى أولا خصنا نتاشلو المغربة من الدائرة دي الفقر ونقلصوهم الفوارق ثم أننا خصنا نديرو إمكانيات مادية وبشرية نكونوها في مجال التعليم العمومي خصنا نهضو بالمدرسة العمومية لأن المدرسة العمومية هي المدخل الأساسي ديال هاد الدولة الاجتماعية كيفاش اليوم التعليم بسرعات مختلفة وتيش تجعوه التعليم الخاص وتيش تجعوه حتى يعني هاداك شي ديال لسيتا يونفرستا غي يكونوا خاصين إذن غادي نقسموا المغرب إلى مغارب وأنه ما غيبقاش هاداك المغربين اللي كيعرفوا وحد عنده وحدة الهوية معروفة وأنه هاد الناس كيكسروا الاختيلات الاجتماعية إذن بنا نبني الدولة الاجتماعية خصنا نعيدوا البناء ديال الاختيلات المجتمعية يعني ماذا؟ يعني أن الندرسة العمومية المحادة الجيدة المجانية يخص يكون فيها كل شيء ويبقى اختيار ديال الخصوص اللي بغيمشي له نفس الشيء من صحة خاصنا نوجد الصحة العمومية ونقربها من المواطنات المواطنين وتكون جيدة ثم غسن نفروه بطبيعة الحل الحماية الاجتماعية المغربة اليوم كيقولوا غادي ندخلوا فيها الجميع ولكن في غايمشي الدولة والناس ما غادي نعطيهم الكارتة غادي نمشي ما غيرقاش الأسيرة ما غيرقاش الأطيبة ما غيرقاش تجهيزات اليوم رخصنا تقريبا مئة ألف ديال أستاذ وأستاذة في المدرسة العمومية في كل الأسلك وخصنا كذلك مئة ألف ما بينهم 35 ألف ديال الأطباء و75 ألف ديال الممرضين والمساعدين اليوم عندنا واحد نسبة مرتفعة جدا ديال أساتي للتعليم العلي غادي يتخرج للتقاعد فينا هم اللي غادي يخلفوهم ولهذا أنا كان قول الكلام ديال الحكومة في جهة والمختاط مغياب تمويل ما كانج كيف يقل إذن المدرسة العمومية والصحة العمومية والحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الجهات وفك العزلة على المناطق ثم إيجاد شغل بالنسبة للشباب لأننا خصنا نبتكر وخصنا نجتهدوا في هذا المجال هدو من المداخل الأساسية لتحقيق الدولة الاجتماعية يعني في نسبة لك سياء التعليم والصحة هما على رأس الأولويات على رأس الأولويات بالفعل خصي وكبهم إصلاحات نحن خصنا إصلاحات اللي غادي يتعيد تيقة ثم خصنا إصلاح ضريبي اللي هو يكون حقيقي باش يمكن لنا نستعو الوعاء ونحارب تهرب والغش الضريبي وأننا يكون تدريب تدريجي على الدخل ويكون ضريبة على الترواء وأنه اليوم أنا كان نشوفه غير مشروع الذي تمت قديمه الأول يعني أنه الشركات الكبرى التي راكمت أموال طائلة ما كان يش يتم تدريب ديالها بشكل تصاودي